إذا واحد يتأمل في هذه الآيات سوف يتبين له عدة أمور الأمر الأول الوزارة ثبت الله سبحانه وتعالى وزارة هارون لموسى ثبت الله لهارون أخوته معه ثبت الله لهارون الشراكة أشركه في أمري شراكة قضية مو قضية نصير لا هذا شريك فإذا ثبتت الأخوة ذاك الوقت بعد اللي يجي ويشكك في أخوتي في مؤاخات علي لرسول الله يرد عليه القرآن في وزارته إياه والوزارة فد مفهوم واسع وعظيم وأيضا في موضوع الشراكة في هذه الرسالة نعم نقطة خط أحمر إلا أنك لست بنبي ما أدا ذلك أنت معي أنت مني طبعا في بعض الروايات الأخر لحنها لحن عظيم أنت مني بمنزلة رأسي من بدني الرأس بالنسبة إلى البدن هو كل شيء طيب فهذا الحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى يستدل به الإمامية على أن لعلي عليه السلام كلما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله نستثني من ذلك النبوة وخصائص رسول الله صلى الله عليه وآله المعروفة بين المسلمين وهي المستثنات ما عدا ذلك أنت مني بمنزلة هارون من موسى فثبت رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين هذا شرح هذه القضية يأتي به الحديث الذي قلناه أنت مني بمنزلة هبة الله من آدم بمنزلة سام من نوح بمنزلة شمعون من عيسى بمنزلة هارون من موسى بمنزلة إسحاق من إبراهيم وهكذا حديث المنزلة من حيث الأسانيد متضافر بل متواتر من حيث المعنى لا يمكن لباحث في أحاديث رسول الله وتاريخ المسلمين أن ينكر معناه من حيث معناه تركيز عليه باعتبار أنه وضح قرآنياً لم تترك منزلة هارون من موسى مغفلة أو مجهولة أو تحتاج إلى بحث أي واحد يقرأ القرآن شوية بس يوجه نظره إلى تلك الآيات المباركات سيعرف فيها منزلة هارون من موسى وبالتالي منزلة أمير المؤمنين عليه السلام من رسول الله